اشتركوا في القناة من الرئيس يون سوك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين لأسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى بحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في قضايا تغير المناخ في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤسسات القطاع الخاص للشراكة وضخ الاستثمارات لإنشاء العديد من المصانع التي من شأنها تحقيق الاستفادة من الثروات الموجودة مجددا تأكيد دعم الدولة المستمر للقطاع الخاص لمزيد من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بما يحقق الأهداف المرجوة وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي توجيه رئيس سيسي المستمر بأهمية عقد مزيد من اللقاءات والحوارات مع مختلف رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف المباشر على ما قد يواجههم من مشكلات دعما لجهود تهيئة المناخ اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية والتي تستهدف الأطفال والفئات من غير القادرين لتمكينهم من الانخراط في المجتمع أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيقوم بالإشراف الكامل على مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية التي تضمن نجاح المبادرة وعلاج الفئات المستهدفة على النحو الأمثل والمطلوب لعمليات قوقعة الأذن سواء بالصيانة أو الاستبدال يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم التمويل الذي تنظمه وزارة المالية بمدينة شرم الشيخ في التاسع من نوفمبر المقبل بحضور عدد من وزراء مالية بعض الدول ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومدري مجموعة من البنوك العالمية وذلك على هامش فعليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من نوفمبر أكد الدكتور محمد معيت وزير المالية أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة وحجد الموارد المالية اللازمة وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ضمن قضايا التمويل المبتكر وتمويل التحول العادل مشيرا إلى أن الوزارة ستطرح أفكارا لخفض تكاليف التمويل الأخضر بالدور الأفريقية والنامية وجه الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع الرقابة والتوزيع بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة ما يصرف يوميا من دقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو والتزامها بالأسعار والأوزان المقررة طبقا للتوجهات الوزارية وأشار بيان وزارة التموين إلى أن المدريات والأجهزة الرقابية سوف يقومون بتأسير حملات يومية لمتابعة التزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان وتطبيق الغرامات على المخالفين يحل فريق فيوتشري دايفون على نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم كما يستضيف فريق الداخلية نظيره طلائع الجيش في السابع مساء على ملعب السويس الجديد